المحور اللي راح نتكلم عنه معاكم هو محور المواطنة وأنا أعمل في الحرس الوطني وعملت في أحد منتجات الحرس الوطني الشهيرة وهي منتجات ثقافية وطنية وهي المهرجان الوطني لاحظ كلمة الوطني فيقشعر بدني عندما أذكر هذه المفردة الوطني سواء كان المهرجان الوطني أو الحرس الوطني الوطن مفردة عظيمة وكلمة لها دلالات جدا مهمة جدا نتحدث في المحور الأول عن الهوية وعن المواطنة الهوية تعني بالضرورة الانتماء الجورافي لهذا البقعة وهي في النهاية انتماء قدري ليس لك فيه أي شيء لكن المواطنة والانتماء الحقيقي هما تقدمه لوطنك قيمك عوامل الانتماءك الحقيقية بذلك دفاعك مواطنتك إخلاصك هويتك الحقيقية تتشكل بما تقدمه لوطنك لا ما يقدم لك الوطن فبالتالي يجب أن نفرق بين هذا المفهوم مفهوم الانتماء الجغرافي وهو أن تنتمي لهذا الوطن وبالتالي ليس الوطن هو بطاقة لحوال المدنية أو جوال السفر أو أنه كلت في أبهى أو في الباحة أو في الجوف أو في عرعر أو في الرياض الوطن حقيقي أن تعطي لهذا الوطن ما يستحق من عطار أن تقدم له أن تلتزم بالقيم والنظم الاجتماعية والدينية والأخلاقية وتنتمي حقا لوطن عظيم لك ولي أن نفتخر به جميعا بالتالي نحن نفرق بين مفهومين مفهوم المواطنة ومفهوم الانتماء اللحظي الجغرافي لهذه البقعة الشاعر يقول الوطن ما هو قصيدة تنكتب في وسط دفتر الوطن أكبر وأكبر وبالتالي الوطن ليس فقط أنك مواطن سعودي الوطن هو أن تعطي وتعطي وتعطي أسليب تنمية المواطنة عديدة وكثر لعلنا يعني يقفز للذاكر مباشرة رويلت المملكة العربية السعودية 2030 التي كان عرابها وأطلقها اسمه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ملهم الوطن وملهم الشباب وملهمكم أنتم كجيل هذه الروية ركزت على أن يكون مجتمعنا مجتمع حيوي وهناك اتفصاد مزدهر وهناك جودة حياة الرؤية ركزت أيضا أن تكون المواطن السعودي هو جوهر هذه الرؤية ليس فقط هو من توجه له مشروعات التنمية والبناء ولكن يكون هو أس هذه التنمية هو أساسها الأمير محمد يقول بأن المواطن السعودي هو أغلى ما نملكه في المملكة العربية السعودية المواطن السعودي هو الكنز الحقيقي هو الذي يعول عليه بالتالي فعندما نلاحظ مخرجات هذه الرؤية المباركة حتى الآن في العام السابع أعتقد أنها تجويد عطاة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تنويع مصادر الدخل تعظيم الاقتصاد الوطني العمل على إيجاد مصادر أيضا دخل منوعة رفع معدلات النمو السعودي الاقتصادي نحن الآن في دول العشرين والمملكة العربية السعودية في هذا العام هي أعلى دولة أو أعلى نمو الاقتصادي في دول العشرين وهي يعني معظم دول العالم الصناعي بالتالي فإن الرويلت المملكة العربية السعودية التي تقوم على أن يكون المواطن السعودي هو منطلق هذه التنمية وهو هدفها في المقام الأول هي أنتم الشباب نحن منعول عليكم